سياسات التهجير والتضييق والقصف والقتل أساليب اتبعها نظام الأسد لأهداف وغاية لعل أهمها تفريغ بعض المناطق من سكانها الأصليين لأحداث تغيير ديمغرافي على أساس الهوية المذهبية أو العرقية ليضع أهل تلك المدن بين خيارين أحلاهما مر إما التخلي عن الأرض وإما الإبادة ليتسنى له رسم خريطة جديدة لسوريا في ظل الأحداث والمتغيرات في المنطقة تصعيد الخطير لظاهرة إفراغ المدن من ساكنيها والمناطق في سوريا يأتي بأشكال مختلفة وفق إطار تنفيذ نهج يقوم على هندسة اجتماعية غايتها تغيير التركيب الاجتماعي السوريا واستخدام سياسات مثل الحصار كنوع من العقاب الجماعي والاعتقال والإخفاء القسري أو التشريعات القانونية التي أصدرها النظام لتثبيت وقاعد تغيير ديمغرافي مثل اعتماد النسخ الرقمية للسجلات العقارية بديلا عن تلك التي فقدت بسبب الحرائق المتعمدة وهما سيفتح بابا كبيرا أمام تزوير السجلات العقارية لتحقيق بنية جغرافية جديدة تشكل أمانا ديمغرافيا لأي مشروع تقسيم أو رسم لمناطق نفوذ مستقبلية في سوريا الأمم المتحدة أكدت أن عدد النازحين بلغ أكثر من ثمانمائة وثلاثين ألف شخص منذ بداية شهر كانون أول ماضي وأن عمليات النظام السوري العسكرية العدائية مستمرة على معظم أرجاء مدينتي إدلب وحلب ووصفت الضربات المتعمدة ضد المدنيين بالأعمال الشنيعة التي تشكل انتهاكا واضحا وصارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني أما صحيفة الأندبنت البريطانية فقد أشارت إلى أن ما يزيد عن ثمانين ألف نازح سوري يعيشون في العراء ويواجهون ظروفا سيئة للغاية بسبب التقسي الشديد البرودة بعد فرارهم من هجمات قوات النظام والطيران الروسي بل إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قال إن حدة القصف والمعارك في شمالي غرب سوريا بلغت مستوى وصفه بالمرعب إذ شرد نحو تسعمائة ألف مدني أغلبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء هجوم النظام السوري في شهر كانون أول الماضي وعلى الرغم من الأعداد الهائلة التي نزحت من محافظتي إدلب وحلب إلا أنهم ما زال ملايين المدنيين يواجهون ظروف الشتاء القاسية بحسب استيفان دوجرياك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ويؤكد مراقبون السياسيون أن عمليات التغيير الديمغرافي الجارية في سوريا ترتبط بجهات تمتلك حضورا سياسيا وأدوات عسكرية في الصراع الدائر في هذا البلد وتسير وفق خطط مبيتة لتبديل التركيب السكانية في بعض المناطق والمدن واستخدمة أساليب الترغيب والترهيب إذ يشكل نظام الأسد وإيران وميليشياتهما الدور الأبرز في عمليات التغيير الديمغرافي الممنهج في سوريا موسيقى